موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة شوات أمي سين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله الوصفة دياليوم بغيت نشارك معكم طريقتي فتحضير سلصة طماطم الخاصة هكا بالحريرة او لاسوس بيتزا اللي كنديروها يعني هكذا البيتزا او ليباتز كجيزوينة بزاف وبطريقة سهلة فاعتابعوني إن شاء الله حتى النهاية الفيديو اول حاجة كنجيب هكذا المطيشة كنحيد لها هاديك النباتة وكنخليها بالقشرة ديالها لأن ذاك اللون كيكون متركز يعني في القشرة كتر من اللوب ديالها فاكنخليها هكذا بالقشرة ديالها بشكت طيب وكتعطي ذاك اللون زوين وهنا بالنسبة للزرعة يعني إلا كانت عندكم هكا الشي أنا عندي الميكسور كيطحن يعني مزيلا فابلما نحيد لهذيك الزرارة هاكدك بغيتوا يعني تحيدوها يمكن لكم تحيدوها يعني فهذا الدابة يعني قبل ما تبدأ فيها نقطع فاهنا يما نضيف لها لات شي حاجة يعني كان خليها كطب ويعي كدف المادية لها كنقطعها بشكيل عشوائي مش بضروري يعني يعني تقطعها رقيق راه في الخرة هذي تهراء وكتب كلها مزيان فبقى على هالطريقة هذي حتى نكمل الكمية كاملة هنا واحد النصيحة البنات في هذا الوقت ربما الفلاحة كيداوي والمطيشة يعني هذي ثاني مراكة جيني المطيشة فوقها واحد البرود ويزرق فنصيحة ان نغسلوها كده بالخل مزيان وبالما كتير فهنا كما كتشوفوا هذي الكمية اللي هزت لي هالطنجرة هذي تبقى هي كاتب وانا كنضيف فيها محدها يعني كاتب وانا كنضيف فيها هذي حتى نكملها كاملة فابقى معي ان شاء الله هنها كما كتشوفوا معايا هنها فين طلعت فيها الغلية بدك كتخرج ذاك المادية لها يعني ركطة بغيف المادية لها وهنا هذي الكمية اللي بقات قطعتها كل هذي مقا كنضيف يعني هنها كل ما هبطت المطيشة يعني طابتها كده والطرخات كنبقى نضيف هذي الكمية حتى نكملها كاملة يعني فاطنجرة هذي هنها كما كتشوفوا معي را المطيشة طابت يعني ما بقاتش هكذا كترايفات تبيني كنخليها غير تشرب شوية اولا نقصوها شوية هذي الماء هذي ولا نجهدو غير عافية ونخليوها هكذا كتنقص شوية هذي الماء كتختار شوية متقاش هكذا جارية ونرجع عليكم ان شاء الله باش تشوفوا المطيشة دينا كيفاش رجعت هنا كما كتشوفوا معي بعد ما اختارت هذي لاصوس هذي يعني ما بقاش هكذا كفيها المبزة كنجيب الميكسور وكنبقى كنطحنها مزيان انا عندي هذي الميكسور مجهدي يعني كيطحن حتى القشرة مزيان وكيطحن حتى ذيك الزريعة كلها كيطحنها مزيان ما كتبقاش بينا نهائيا فإلا كانت عندكم يعني انتم ما شك ان ذاك الزريعة اولى القشرة كتبقى هكذا كديرة يعني واضحة هذي كتبقى من طيب بها كالحريرة ولا كتبقى يعني كتبينة فوق الحريرة يعني يمكن لكم انكم تطحنوها وتصفيوها في شيء مصفات هنيا كما كيبلكم انا قسمت هنيا اللاصوس على جوج هذك اللي في الكاثرونة درت معها سكر سانيدة ودرت معها زعتر ومعلقة صغيرة دي الخل هذي المعلقة دي الخل هي كمدة حافظة هذي اللاصوس هذي ونضيف زويتها بطبيعة الحال ونضيفها فوق البوطة عفوان والملحة كذلك ونضيفها فوق البوطة حتى كتختار واتقال هذي اللاصوس بيتزا اللي هنحتاجها للبيتزا وكذلك بعض الانواع دي اللي بات ومأكولات اما هذي اللي بقات يعني دي الحريرة كنضيف لها تهي الملحة والزيت وكنخليها يعني هكذا خفيفة كتجي جارية ما كيحتاش انها تعقاد هذي كنخليها غير الحريرة فقط وكنخليها غفل كوزينة ما كنديرهاش في المجمد او لا في تلاجة يمكن لكم يعني انتم تديروها في تلاجة انا كتعجبني دي الحموضة ديالها في الحريرة لها دا دي نخليها يعني حتى كتحماض مزيان باش كتجيني زوينة في الحريرة كندفلها هكا شوية زيت كمدة حافظة من الفوق وكتبقى عندي في البلاكار ما كتصرا لها بتل حاجة هنا بالنسبة للصوس اللي بقاتلي من هد السلصة ديال الحريرة كنندير هكذا فقوالي بديال السيليكون وكنديرها في المجمد حتى كتجمد مزيان وكند نجمحها كفوحد البلاستيك غيدائي وكندخليها كداد الحريرة يعني بالنسبة للناس اللي مكيبغيوش الحريرة حامضة بالسف فهد الوصفة هدي رها كتساعد وكندفع ودابة مطيشة موجودة ورمضان على الابواب باش يبقالنا الوقت للحويج اخرى مهمة في الشهر الكريم نصغللوا يعني الفورصة دابا ونحضرو هد الحويجات اللي يعني كنحتاجوهم في رمضان هنا كما كتشوفو معاي بعدما وجدد هاد الاسوس ديالبيتزا كما كتشوفو معاي رها كتجي عاقدة وكتجي لديدة ودك السكر كي يعطيها واحد الاضافة رائعة كي يعادل ديك الحموضة ديال مطيشة والخل تهو كيعطيه واحد المادة قزوين وفي نفس الوقت كما كتلكم مادة حافظة فهدك السكر كي يعطيها بحال مادة قليتشوب وكتجي زوينة يعني ما كتجيش هكام حمضة بزاف كتجي رائع في البيتزا وكذلك المادة ديال زعتر اكيد كي يعطيها واحد الاضافة زوينة بزاف فهنا يكن جمحها في هكاف هاد ال قنينة ديال الزجاج اللي كتكون معاقمة بطبيعة الحال وكتكون حافظة هاد المواد اللي كنحطهم فيها كتبقى زوينة مدة طويلة فهنا كما شتمعي كنضيف لها طبقة ديال الزجاج من الفوق باش هكدا كتبقى معنا مدة طويلة صافي وها اللي صوص ديال نواجدين متمنى هاد الوصفة هادي بتكون نالك الإعجاب ديالكم هادي الوصفة اللي قدمت معاكم اليوم لصوص بيزا اللي كتجيزوينة بزاف بدك المادة ديال السكر جربوها ركت عطيو حد الاضافة كي يعطيها اضافة غزالة بزاف متمنى تجربوها وهادي لصوص والمطيشة ديال الحريرة تهيارة كتجيزوينة وكتعطي المطيشة حد الحمودة رائعة وهادو اللي درت معاكم في السيليكون تهيارة كان نحيدهم يعني بحال هكدا وكان ديرون في بلاستيكات يعني قدو نحتاجهم الكسكسو او الفلفل او مطيشة اي وصفة كان نحتاجوا فيها مطيشة نقدروا نستعملوا هادو كيوفروننا بزاف ديال الوقت والجود فانتمنى هاد الوصفات اللي قدمت معاكم الينا لإعجاب ديالكم ودمتم في رعيتي الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة